ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا الصف مؤلف من نداءات قصيرة المدة أو زغزقات ونداءات طويلة المدة كالصراخ والعويل حدد الباحثون وجود ثماني أنواع مختلفة من الزغزقات المصنفة وفق تضخيم جذر الكلمة والمدة وذروة التردد وتغير التردد بالإضافة إلى أن كل الزغزق لديها معناها الفريد على سبيل المثال تستخدم زغزق الدوء الخاصة بشكيرة عندما تقترب للطعام بينما تستخدم زغزق تري عندما يكون الطعام في يدها وتعبر التصفيرات المفردة كذلك عن رغبة فريدة مع كل نداء كما أن هناك ثماني الزغزقات مختلفة هناك خمس تصفيرات مختلفة بالاستناد إلى تضمين التردد تتفرع التصفيرات المفردة إلى أربع تصنيفات الصرير وتصفيرات التضمين الأولية وتصفيرات التضمين الترفية والتصفيرات المنخفضة تتجلى جودة اللغة لهذه الرغبة الفريدة بشكل جمالي وفق تصنيف تصفيرات التضمين الأولية وتتغير هذه التصفيرات بالاستناد إلى قرب شاكيرة إلى أعضاء آخرين من عائلتها إذا كانت شاكيرة أبعد من ستة أمتار عن عائلتها فستصيح بتصفير أولية مضمنة قوية لكن إذا كانت على مسافة أقل من ستة أمتار عن عائلتها فستصيح بتصفير مضمنة صغيرة بما أننا تعلمنا الآن بعضاً من الزغزقات والتصفيرات ترغب شاكيرة بالتباهي عبر أخذك خلال يوم سريع في حياتها بهذه النداءات وبينما تتوجه إلى شجرة لتتغذى على وجبتها الأولى لليوم تقول نداء غالباً ما يستخدم في البحث المتمهل وغير أنها تلمح ظل سقر فجأة زقزقت مي للتحذير ينبه هذا النداء عائلتها بتوجد هذا المفترس وتقفز شاكيرة إلى غصن خفي آمن تبدو الأجواء هادئة لذا تسير في طريقها إلى والدها مهلاً انتظر من ذاك آه إنه أخوها الأصغر كارلوس غالباً ما تصح قرادة التمرين التي يغطي القطن رأسها أثناء المصارعة أوه إنه يلعب بخشون زائدة فتصرخ شاكيرة منبه والديها لمساعدتها يسير والدها في طريقه إلى كرة الفرو المتدحرجة ويتوقف أخوها تهز شاكيرة نفسها وتهرش نفسها لتعيد الشعر على رأسها لمكانه ثم تلمح شاكيرة مجموعة أخرى من قرادة التمرين غير المألوفة وتسمع نداءها الطبيعي الطويل تلتفت إلى عائلتها هل لحظتم ذلك؟ أولاً كانت هناك زقزقة ثم تصفيرة هذا ما يعرف بالإنشاد المركب وهو عبارة تحتوي على كل من زقزقة وتصفيرة هذان النداءان ينتظمان معاً لإصال رسالة ما ينبه تركيب هذين العنصرين عائلتها إلى تواجد المجموعة الأخرى الزقزقة فا وهم على مسافة بعيدة وتصفيرة نداء الطبيعي الطويلة بمعنى آخر لقد نطقت شاكيرة جملة كاملة وصفها البسيط هو مجرد غيد من فيض فلديها زغردات وصرير ونداءات تصفير متعددة وإنشاد مركب أكثر وحتى تغريدات غير أننا مع الأسف قد لا يتاح لنا سماع كل شيء تقوله بمزيج من صناتات الزقزقة من فوق في الأعالي مع صوت الارتطام المستمر لمنجل تقطيع الأشجار يتم قطع موت شكيرة في كولومبيا قطعة قطعة وإن لم نعمل على حماية قرادة التمارين المغطات رؤوسها بالقطن المعرضة للخطر بشدة فإنها ستنقرض من حياتنا إذا أثبت أن الزقزقة من قرد التمارين إلى آخر هي أكثر من مجرد دردشة فارغة فتخيل ما الذي تبقى علينا اكتشافه تخيل ما الذي يمكن أن تخبرنا به شكيرة هل أنت مستعد لمواصلة التعلم؟ شاهد مقاطع الفيديو هذه إما لتحدي ما تعتقد أنك تعرفه أو لمعرفة المزيد عما لا تعرفه اشترك وكن فضولياً ترجمة نانسي قنقر